في حالة النهاردة هنتعلم مع بعض عن خطوات ربط التابع ال HB M402DN بالروتر الواي فاي عشان نقدر نطبع من الموبايل وبخطوات بسيطة وسهلة جدا أول حاجة هنأتي عن شاشة البرنتر هنا ونختار الاتجاه الشمال كمان واحد كمان واحد لحد ما يجيلك اختيار اسمه نيتورك ستب هنختار اوكي بعد ذلك بالاتجاه الشمال مرة كمان هتلاقي مكتوب Restore Defaults اوكي ثم نختار مرة اخرى هتلاقي البرنتر هتعمل Restarting يعني هتتطفق وتشتغل مرة تانية وده قبل ما نخش في اي خطوات اللي يازم الخطوة دي نعملها عشان لو في اي مشكلة او تهيير في اعادات البرنتر اللي موجودة في الواي فاي تثبت وتشتغل معنا على طول وطبعا زي ما انتم عارفين ان البرنتر دي بتشبك نيتورك يعني لازم كابل متوصل بالروتر وحنجي نربطه بالبرنتر هادي وحنشوف الخطوات دي مع بعض دلوقتي حالا او ما تثبت ريدي كده هتجب دلوقتي الكابل اللي هو النيتورك اللي هو الكابل اللين ده اللي متوصل بالروتر او السيرفر ونركبه في المدخل ده او بالطريقة دي كده ولازم تأكد ان فيه لمبة صفرة نورت في المدخل ده وفي نفس الوقت اللمبة نورت في المدخل الروتر بعد كده هتنتظر كم دقيقة كده لحد ما تاخد رقم IP اهو بالشكل ده ظهر قدامك رقم IP ده يبقى كده البرنتر اخدت رقم IP من الروتر واي حال دلوقتي يعمل سيرش من الموبايل يقدر يطبع بس فيه خط مهمة جدا لنزل نعملها عشان نقفل رقم IP ده وما يتغيرش اول حاجة هنتقل الاتجاه اللي مين كده كمان واحد كمان واحد ونختار نتورك ستب تمام ونجينا بالاتجاه اللي مين كده ونختار IPV4 اوكي هتلاقينا مكتوب هو اوتو اتجاه اللي مين كده هنختار منويل او وتيجي هتلاقي الارقام بالطريقة دي هنعمل اوكي اوكي كمان واحدة اوكي كمان واحدة هتلاقي الخطوة اتحولت لها هنا هنا دي بقى بتخليها بسل عشرة خليها خمسين او ستين او سبعين او بليه تجاه اللي مين كده بتعطي حركة لحد ما كده مثلا على خمسين واحنا بنعمل كده عشان حاجة واحدة بس او بقى كده نختار اوكي وكمان اوكي وكمان اوكي وكمان اوكي 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 او دلوقتي حافظت الاعداد احنا بنعمل كده عشان نقفل رقم الاي بي وما يتغيرش معنا وكمان نخلينا رقم الاي بي اخر وخمسين عشان يبقى بعيد جدا وما فيش اي جهاز يبقى نفس رقم الاي بي بعد كده دلوقتي هنرجع خطر وورا كده هتلاقي رقم الاي بي تغير بقى اخر وخمسين زي ما احنا عملناه دلوقتي هنروح للموبايل وننزل برنامج اتش بي سمارت ونتبع باقي الخطوات فى يلا بينا دلوقتي هنروح لجوجل بلاي كده او الابستور عندك ونجي في السرشة هنا ونختار ونكتب قصدي كلمة اتش بي او سمارت اتش بي سمارت هنلاقي برنامج بتاعنا اول واحد اللي لونه ابيض هنختار تثبيت وطبعا لازم الموبايل ده يكون متوصل على الروتر اللي متوصل به بيرنتر دلوقتي وطبعا طول ما انت بتطبع او امتا بتستخدم البرنتر ما ينفعه ان نشيل الكابل اللي احنا وصلنا بالبرنتر هذا الكابل ده سيبقى ثابت عشان تقدر تطبع معنا على اي جاز لاسلكي اذا كان موبايل لابتوب بتبديد او زي ما نشايفين خلاص البرنامج بيتثبت معنا او دلوقتي هنعمل الفتح هنختار السماع طبعا يجي لك كذا خطوة كده روتينية اجريف اوكي في قبول كل الحاجات دي اهي قبول الكل الحاجات دي ما فياش اي خطوة تعقدية حاجات سهلة هنختار تخطي الان هنختار اول حاجة ادي ديور في رست برنتر اهي الاختيار ده ثم نختار already connected to network البرنتر زهرت لنا قدامنا هاي HP laserjet M402DN ورقم الاي بي زهرت لنا الاخره خمسين اوه هنختاره كده وتنتظر لحد ما البرنتر تثبت قدامك عشان تبقى الجهزة اللي استخدامه وتشغيل اهي دلوقتي البرنتر بتقولك ready to print طب اتباعه ازاي الموضوع بسيط جدا هنقفل اي حاجة ونختار ملف اللي انت عايز تطبعه اذا كان ملف بدي اف او صورة ثم على سبيل المثال هنختار الصفحة اللي قدامنا ليه اهي هي ليه وخطوات اتباع واحده هنعمل مشاركة تمام هنختار ارسال نسخة هنبدأ ندور على البرنامج اتش بي اللي هنزلنا من شوية اهوت بعد كده هتختار اسم البرنتر اللي قدامك كده تمام بعد كده هتختار البرنتر لتحديقت اهو دي ما نشايفين البرنتر اخد امره هاي وطبعة الورق اللي انا اهي الورق اللي موجودة في الموبايل طبعة طالي بكل رسولة طب دلوقتي البرنتر دي فيها خاصية اتباع على الوجهين اوتوماتيك عاوز استخدم الخاصية دي الخطوات ازاي تعال نشوفه مع بعض دلوقتي هتختار ملف مكون من اكتر من وراه لازم يبقى اكتر من وراه عشان تقدر تطبع على الوش والدار تمام على سبيل المثال اختار مرحبة مدة ده مكون من خمس اوراق هي نفس خطوات الطبعة بس مع تغيير اعلاد هنعمله قبل ما نتك على البرنتر هنعمل مشاركة ارسال نسخة برنامج HB هنختار البرنتر كده ولو ضغطت على البرنتر الوقتي فانت كده هتطبع الورقة ورقة منفردة عايزين ان نغير الاعلاد هنعمله هنفتح كده بس ههم الفوق رابع اختيار مكتوب عليه وجنبها وان سايد هننتك على وان سايد كده ونختار طو سايدة لونج ايج ايه بالطريقة ثم بعدها نختار او زي ما انت شايفين اخذ بقام روط وزي ما انت شايفين البرنتر طبعة الورقة والشودار او زي ما انت شايفين بكل سهولة انتظرين ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتعلم كيف نثبت او نعرف البرنتر HB402DN من خلال الكمبيوتر او اللاكتوب باستخدام الكابل الو سي بي وباستخدام الراوتر الواي فاي لا سلكي وبكده انتهينا من موضوعات النهاردة اتمنى ان الاعجابكم اتمنى ان الموضوع يكون الاعجابكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كان معاكم احمد السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته